يعد ملف الإعدامات في العراق من الملفات المثيرة للجذل ولسيما مع وجود ضغوط من قبل بعض القوى السياسية الحليفة لإيران بغرض الإسراع المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام رغم المطالبات الكثيرة بإعادة المحاكمات لسيما أن أغلب المحكومين أدخلوا السجون بقضايا كيدية وأخرى على خلفية طائفية أو اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها تحت صياط التعذيب والتهديد عدد المحكمين بالإعدام بحسب وزارة العدل الحالية في العراق بلغ نحو 25 ألف شخص ممن لم ينفذ فيهم الحكم بعد يشار إلى أن آلاف المعتقلين العراقيين يرزحون داخل السجون منذ عدة سنوات أغلبهم بتهم كيدية أو بوشاية المخبر السري لسيما خلال فترة حكومة نور المالكي التي استمرت لولايتين حيث تنفذ حمالات اعتقال يومية تطال المئات في محافظات معينة مستخدمة تهمة الإرهاب ضد من تريد الزج بهم في السجون وأن الكثير من المعتقلين في السجون الحكومية هم أبرياء انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب بحسب منظمة هيومان رايتس واتش ثوار تشرين لم يسلموا من أحكام الإعدام التي تصدر بحق الأبرياء بشكل مستمر فما تزال قضية متظاهري العزيزية الأربعة المعتقلين من محافظة واسط تثير غضب الرأي العام في المحافظة مع تزايد المطالبات بالإفراج عنهم لسيما أن التهم ضدهم كيدية ولا أساس لها بحسب عدد من المحامين والناشطين في واسط حشود كبيرة من متظاهري ثورة تشرين تجمعوا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى ببغداد للمطالبة بإطلاق السراح معتقلي العزيزية فيما كشف مركز جينيف الدولي للعدالة عن تسلمه معلومات بشأن الحكم الصادري ضد متظاهري العزيزية والقاضي بإعدامهم تفيد بانتزاع اعترافات الشباب الأربعة باستخدام التعذيب مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر كثيرا في أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في العراق بدورها أكدت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب أن مصادرها أكدت انتزاع الاعترافات من المتظاهرين عبر التعذيب الناشطون تحدثوا أثناء مشاركتهم في التظاهرات المستمرة أن السكوت على صدور أحكام الإعدام الأخيرة سيفتح الباب واسعا أمام السلطات الحكومية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجائرة لاستهداف ناشطي ثورة تشرين مؤكدين استشراء الفساد داخل السلطة القضائية في العراق ترجمة نانسي قنقر هذا وطالب المتظاهرون بفضح المتورطين في ملف المغيبين والإفراج عن المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب الشديد بتهم كيدي ترجمة نانسي قنقر